قصف الشديد أخي الكادر الطبي متأهب 24 ساعة على استقبال أي مجزرة بأي لحظة صار فيه كتير استهداف واضح للمشافي فعلا هون بلش نحس بالعجز في حال عدم توفر للأمور الأساسية اللي ممكن نمارس فيها عملنا الطبي هلأ هي رحلة خطرة أكيد استنانا حمشان يصير ظلام كامل مصدر قلق أكتر أنه كانت معي زوجتي وبنتي كان عمرها 6 شهور وأسبوع فهو كابوس جدا على الجميع على المدنيين على الكادر الطبي اللي هو متما حكينا أنه معرض للاستهداف بأي لحظة زود خزيفة أنا بالنسبة إلى خلال آخر عشرة أيام حكما استيقاظي على صوت صاروخ طيران حربي في ميزة بالبرميل المتفجرة أنه أنت بتشوف طيارة الهولوكوبتر وقت عم تضرب البرميل فأنت بتعرف أنه هلأ رح تضرب أو ضربت هلأ أنا معي 20 ثانية إني أرقود للأسف الطيران الحربي هذي هيدا هدى الترف غير غير متاح هرقب البول فيش طفل جاني يمكن عمره سبع سنوات الأخ اللي عمره تسع سنوات هو الشخص المسؤول عن أخوه المتوفي اللي عمره سبع سنين هو الشخص اللي يتلقى خبر أنه إعلان وفاة أخوه أنه وصل متوفي شعور بالنصر أنه قدرت أعدي هذا اليوم على قيد الحياة الشعور الثاني فيه شعور بالخوف والقلق أنه يارا بقى فيه ثاني يوم ما يكون أنه فيه استهداف لا أكيد لا الجنود كل الشخص هو مهم في نقوي بعضنا فمشان هيك دخل نشي على الأخذان في حال تكرر الوضع رح عرجا عايد نفس الشيء